فأر القرية وفأر المدينة في يوم من الأيام دعا مديان فأر المدينة صديقه قريان فأر القرية للعشاء استقبله في بيت فخم انبهر الفأر القروي أفريشة أنيقة ولوحات فنية جلس الاثنان على أريكة يتبدلان أطراف الحديث وفجأة سمع وقع خطوات فقال مديان لصاحبه هيا اختبئ احذر كثرت الحركة صاحبة البيت تبحث عن كتابها وزوجها يبحث عن نظارته شخص يدخل وآخر يخرج هدأت الحركة لحظة قال فأر المدينة لا شك أنك جائع رد عليه فأر القرية بالفعل معدتي تزقزق قال فأر المدينة سنتسلل إلى مغزن المؤونة ولنلزم الحذر واه حبوب فواكه مجففة حلويات وأجبان تملأ المكان ولما اقترب مديان من علبة التمر تفاجأ بمواء قط اندهش فأر القرية قال فأر المدينة اختبئ لا تتحرك إنه سوسو جمد الدم في عروقهما من شدة الخوف أخيرا ابتعد القط عن المغزن فقال الطيف لصاحبه هنا لا أستطيع العيش في أمان فالرعب والقلق في كل مكان هواء ملوث وجو يخنق الإنسان والحيوان أدعوك لزيارتي في ضيعة يا مديان وبعد أسبوع التقى الصديقان في ضيعة فيها الكثير من السنابل وشقائق النوما قال الفأر القروي لصديقه تفضل أمامك حبوب وخضر متنوعة ما أكل الضيف إلا القليل من الطعام وقال لصديقه قريان الحمد لله بارك الله فيك فأجابه قريان ولكن ما بك يا مديان لقد ألفت أكل الحلويات والأجبان أما أنا فتعودت على الخضر والفواكه والحبوب والألبان أتناول وجباتي مرتاحة لا يزعجني أي إنسان أعيش وسط الطبيعة في أمان إذا أعجبك الفيديو وشاهدته حتى النهاية فلا تنسى دعمنا بالاشتراك والإعجاب ليصلك كل جديد أحبكم